السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بنات العزيزات بكل خير درسنا اليوم هو السنتيمترات والأمتار الجزء الثاني صفحة 303 و304 الهدف من الدرس هو حل مساء اللبضية عن قياس أطوال وارتفاع الأشياء إلى أقرب سنتيمتر ومتر تعلمنا في الحصة السابقة كيف نحدد الأدات المناسبة لقياس أطوال وارتفاع بعض الأشياء من حولنا اليوم سوف نقوم بحل بعض المسائل اللبضية لقياس طول بعض الأشياء من حولنا نتذكر من الأدوات أو من الأشياء التي قمنا باستخدامها لقياس أطوال الأشياء المصطرة فهي تحتوي على عدة سنتيمترات نقيس بها طول الأشياء الصغيرة أو القصيرة والعصاء المترية والشريط المتري نستخدمه لقياس أطوال بعض الأشياء الطويلة طويلة بعض الشيء مثلا الباب الطاولة وهكذا السؤال رقم عشرة السؤال مهارات التفكير العليا تقول ليلى إن طول دميتها ثلاثين متر تقريبا هل هذا التقدير جيد ولماذا؟ نلاحظ هنا في معطيات المسألة تقول ليلى إن طول الدمية هو ثلاثين متر تقريبا المطلوب هل هذا التقدير جيد ولماذا؟ نلاحظ هذه الدمية ما هي الأدات المناسبة لقياس طول الدمية؟ أنا وضعتها جانب المصطرة هل يمكن أن نقيسها بواسطة المصطرة؟ نعم فالمصطرة هي أدات مناسبة لأنها من الأشياء القصيرة وليست الطويلة تعلمنا في الحصة السابقة أن المتر يستخدم أو أن العصة المترية تستخدم لقياس طول الأشياء الطويلة العصة المترية هي واحد متر وهي تساوي مئة سنتيمتر ليس من المعقول أن يكون طول دميتها ثلاثين متر أي ثلاثين مرة من العصة المترية فالإجابة الصحيحة هي لا لأن الدمية صغيرة لا نقيسها بالأمتار نستخدم المصطرة في قياس طولها قد تكون إجابتها أو كانت تقصد ليلة طول دميتها هو ثلاثين سنتيمتر وليس ثلاثين متر السؤال رقم 12 صفحة 304 أحوط الشيء الذي طوله الفعلي اثنان متر تقريبا قلنا في الحصة السابقة أن المتر يساوي مئة سنتيمتر نلاحظ هنا يوجد كرسي أو كنبة ويوجد قلم تلوين كم ممكن أن يكون طول هذا القلم التلوين هل ممكن أن يكون اثنان متر أي مئتان سنتيمتر أكيد لا هذا القلم هو طول بضع سنتيمترات قد يكون عشرة أو اثنى عشر أو خمسة عشر سنتيمتر فهو أقصر من المصطرة التي تحتوي على ثلاثين سنتيمتر فالإجابة الصحيحة هي هذا الكرسي أو هذه الكنبة لأنها من الأشياء الطويلة التي نقوم بقياسها بالعصى المترية أو بالشريط المتري السؤال رقم أربعة عشر أقيس المستقيمات أدنى أي مستقيم طوله ستة سنتيمتر على الأقل اختار الإجابة الصحيحة المطلوب هنا هو أي قياس سأختاره سيكون ستة سنتيمتر أو أكثر سوف أختاره كإجابة صحيحة أما المستقيمات التي تكون أقل من ستة سنتيمتر لا أختارها أستخدم المصطرة في قياس طول السنتيمترات سأبدأ بأول قطعة مستقيمة أضع بداية الخط المستقيم عند الصفر ألاحظ هنا هذه القطعة المستقيمة الأولى تقريبا قياسها تسعة سنتيمتر الاختيار الثاني وضعت بداية القطعة المستقيمة عند الصفر ألاحظ الطرف الآخر هو عند الرقم ستة إذن طول هذه القطعة المستقيمة هو ستة سنتيمتر القطعة المستقيمة الثالثة ألاحظ أن طولها خمسة سنتيمتر أما القطعة المستقيمة الأخيرة أبدأ من الصفر ألاحظ أن طولها هو أربعة سنتيمتر خمسة سنتيمتر والأخيرة أربعة سنتيمتر إذن الإجابة الصحيحة هي القطعة المستقيمة في الاختيار الأول والثاني لأن الأول هو التسعة أكثر من ستة سنتيمتر أما الثانية فهو ستة سنتيمتر وهي الإجابة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر